نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا حول ملفات الحماية الاجتماعية والخريطة السياحية وتحفيز الاستثمار السياحي وطلب محمد محرم عضو التنسيقية بوضع ألية لتعظيم الاستفادة من جهود القطاع الخاص في مجال الحماية الاجتماعية كما أكد النائب أحمد فتح ضرورة استعانة وزارة التضامن الاجتماعي باتحادات الطلاب وأكثر من 550 نشاطا للشباب بالجامعات في برامجها يأتي ذلك ضمن جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني